طيب منتخبنا الوطني الأول خلاص طبعا زي ما احنا عارفين الحمد لله تأهل ليه التصفية النهائية من التصفية الأفريقية المؤهلة لكاس العالم ويا رب يا رب نكون موفقين في هذا التأهل الحديث شوية عن هل نينفع نبقى موجودين في التصنيف الأول لان احنا لحد دلوقتي مركز السادس في أفريقيا فبالتالي حنبقى في التصنيف الثاني فالمؤكد يا جماعة عشان ما نبقاش حطين أمال كبيرة على الجزئة دي بالنسبة كبيرة قوي قوي خلاص احنا تصنيف تاني موضوع النقاط ما يساعدش لان انت كمانت عدلت مع أنجولا ونجاريا كيزبت الامل الوحيد بالنسبة لك ايه الامل الوحيد بالنسبة لك عشان تبقى موجود مع التوب فايف ان تونس تخسر وده ما نتمنهوش لان تونس يعني منتخب عربي شخيك لكن يا ريت لو نجاريا تخسر تخش انت ما كان نجاريا تبقى الخامس حلو فبالتالي تلاعب أصحاب التصنيف التاني في أفريقيا فممكن ربما ربما الامور تبقاسه رغم تصنيف التاني ده غانا موجودة فيه بعدما كذبت جنوب أفريقيا بدرب الجزاء وهمية وهمية تمام وممكن يكون موجود كودفور او الكاميرو اللي اتنين بيصاروا على طاقة التأهل للمرحلة النهائية ممكن يكون موجود منتخابات كتير مميزة القنغو نفسها مع كوبرا حيبقى ماتش صعبة جدا لو انت لعتم في كل الأحوال ماتشاط صعبة سواء انت بقى تصنيف أول أو تاني ماتشاط صعبة جدا لكن السكة كل السكة في الجهاز الفني بقيادة كروش مدرب كبير جدا واللعيبة والجيل المميزة موجود للمنتخب مصر فخليني اقول لحضراتكم سريعا اللي تأهل حتى الآن للتصفية النهائية مصر والمغرب والسنغال ومالي والقنغو وغانا دول ست منتخابات تأهلوا في انتظار ايه؟ في انتظار اربع منتخابات اخرى مين هما اللي ممكن يتأهلوا في ماتشاط بكرة اقول لحضراتكم ماتشاط سريعا بكرة الساعة ثلاثة موزنبيك مع ملاوي ماتش مالوش يعني اهمية مصر مع الجبون ماتش مالوش اهمية انجولا مع ليبيا او ليبيا مع انجولا الماتش في ليبيا ماتش ايضا مالوش اهمية ثلاثة ماتشاط دول الساعة ثلاثة الساعة ستة بقى والساعة تسعة هنا الضرب كله يعني ناجاريا هتلعب مع الرأس الأخضر ناجاريا عندها 12 نقطة والرأس الأخضر عندهم إيه 10 لازم الرأس الأخضر يكسب عشان يتأهل ناجاريا يكفيها التعادل تمام؟ لو خرجت ناجاريا أنت تبقى مكانها تصنيف قوي المباراة الثانية اللي هتبقى قوية جدا لكن بالنسبة كبيرة الجزائر هتحسبها بحكم قوة الفرقة وأن هي هتلعب على ملعبها فالجزائر عندها 13 نقطة هتلعب من بوركينا فاسو اللي عندها 11 نقطة لازم بوركينا تكسب في الجزائر عشان تتأهل المطش ده هيكون الساعة كام؟ الساعة 6 في مطش تاني ساعة 6 ليبريا وجمهورية أفريكا الوسطى برضو مطش مالوش أهمية المغرب تأهلت خلاص عندها مطش مع غينيا الساعة 9 خش بقى على مطش مهم جدا ما بين تونس وزنبيا تونس عندها 10 نقاط زنبيا 7 نقاط المنافسة ما بين تونس وغينيا الاستوائية اللي هيكون عندها مباراة خارج ملعبها مع مروتانيا تونس عندها مباراة على ملعبها مع زنبيا لازم تونس تكسب عشان تتأهل تمام؟ فهنا برضو المنافسة في الحتة دي عندك بقى المباراة الأقوى في وجهة نظري بحكم المنافسة التاريخية ما بين المنتخبين دول الكاميرون وساحل العاج الكاميرون 12 نقطة وساحل العاج 12 نقطة بس المطش هتلاعب فين؟ هتلاعب في الكاميرون دي مباراة أيضا ساعة 9 لازم ساحل العاج يتعادل تمام؟ او يكسب عشان تأهل والكاميرون ما عنداش حل تاني غير انها تكسب على ملعبها عشان تتأهل والاثنين ايا نكمل اللي هتأهل فيه هايبقى تصنيف تاني ده بخصوص المباراة بتاع البكرة ترجمة نانسي قنقر